بسم الله الرحمن الرحيم سيدات آنسات سادتي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم السوسن السوداء في هذه الحلقة سنتحدث عن نبي الله إسحاق فمن هو النبي إسحاق ومن الذي بشر به وكيف تم التبشير به ومواضع ذكره في القرآن الكريم وكم عدد أبناؤه وما هي دعوته ومتى مات وأين وكيف دفن وأخيرا العبر والدروس المستفادة من قصده خليكم معنا بعد الفاصل أهلا وسهلا فيكم من جديد مثل ما حكينا بالمقدم اليوم رايحين تحدث عن قصة سيدنا نبي الله إسحاق سيدنا إسحاق هو النبي الكريم ابن الكريم إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام أمه هي سارة وقد بشرهم بولدته الملائكة المرسلين إلى قوم لوط وقد ولد بعد أخيه سيدنا إسماعيل عليه السلام بأربع عشر عاما وكان عمر والده سيدنا إبراهيم مئة عام وأمه سارة كان عمرها تسعين عام إذن فسيدنا إسحاق هو أحد أبناء سيدنا إبراهيم عليهم السلام من السيدة سارة ليكون هو المولود الوحيد لسيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم وكان يقصد يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء لأنهم من الأنبياء الوحيدين الذين تناسلوا بالتتالي فلا يوجد هذا الكم من الأنبياء في تناسل بهذا الشكل من غيرهم ومن هنا نجد أن من بينهم سيدنا إسحاق عليه السلام الذي هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة معنى اسم إسحاق هو الضحوك وقيل أنه تمت تسميته بإسحاق حيث أن أمه السيدة سارة ضحكت عندما بشرتها الملائكة بأنها حامل به عليه السلام وقد كانت كبيرة طاعنة في السن حيث بشرة الملائكة سارة عليه السلام كان ردها كما جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب لكن الله على كل شيء قدير بشرى النبوة من النبي الذي بشر به إبراهيم عليه السلام ورد في قصة ضيف إبراهيم أن ثلاثة رجال مروا على سيدنا إبراهيم عليه السلام فاستقبلهم وأكرمهم على عادة العرب في استقبالهم للضيوف وشوى لهم عجلا سمينا وقدمه إليهم ولكنهم لم يأكلوا فخاف منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن عادة العرب كانت أن من لم يأكل الطعام عند شخص فإنه يريد به الشر ولكن الرجال الثلاثة أخبروه أنهم ملائكة الله وهم سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وبشروه بقدوم ابن له من سارة وكان ذلك معجزة لنبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن امرأته عجوز عقيم فقال تعالى في سورة الصافات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يقول ابن عاشور أن هذه البشارة هي البشارة الثانية لسيدنا إبراهيم عليه السلام بعد بشارته بإسماعيل والبشارة الثانية كانت بشارة مزدوجة اللي هي سيدنا إسحاق نفسه بالإضافة إلى نبوة سيدنا إسحاق وبذلك يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام قد تلقى من ربه بشارتين لولدين مختلفين مواضع ذكر النبي إسحاق في القرآن الكريم عليه السلام لقد جاء ذكر سيدنا إسحاق عليه السلام في القرآن الكريم باسمه ستة عشر مرة حيث جاء ذكره ثلاث مرات في سورة البقرة ومرتين في سورة الصافات ومرتين في سورة هود وذكره مرة واحدة في كل من سورة آل عمران والنساء والأنعام وإبراهيم ومريم والأنبياء والعنكبوت وصات لكن لم يذكر في القرآن الكريم غير ومضات سريعة عن قصة سيدنا إسحاق حيث أننا لا نعرف كيف كانت حياة سيدنا إسحاق ولا نعرف بماذا أجابه قومه فما ورد عن سيدنا إسحاق عليه السلام لم يصل إلى درجة التفصيل كما ورد الحال مع بعض الأنبياء مثل سيدنا موسى وسيدنا سليمان وسيدنا يوسف وعيسى عليهم السلام وإنما كانت عبارة عن إشارات ومواصفات منها أنه هبة الله فقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وفي كلمة وهبنا له تعني أن الإبن الصالح هبة من الله عز وجل فمن كان له ولد صالح فليحمد الله على هذه النعمة فما من نعمة أعظم من أن يكون للعبد ولد صالح ومنها أنه الموحى إليه فقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وذكر أيضا في القرآن الكريم أنه غلام عليم فقال تعالى قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وذكر أيضا الصلاح وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وأنه من أولي الأيدي والأبصار فقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وذكر أيضا أنه ممن أتم الله نعمته عليه فقال تعالى وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وذكر أنه على ملة التوحيد فقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وذكر أنه مبشر به فقال تعالى وامرأته قائما فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراي إسحاق يعقوب طبعا ذكر سيدنا إسحاق عليه السلام في التوراة لكن بعد أن تم تحريفها وكان ذكره في التوراة بشكل غير لائق أبدا لنبي من أنبياء الله تعالى حيث ذكروا أن عيص كان أحب إلى سيدنا إسحاق من أخوه يعقوب أما بالنسبة لزوجته فكان يعقوب أحب إليها من العيص وهذا عاري عن الصحة وذكروا قصة أنه كان في خداع وهذا كله كلام ملفق ومزيف أبناء سيدنا إسحاق عليه السلام ذكرت المراجع الفقرية أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد قام بوصية ولده إسحاق بأن يتزوج من أقاربه من الأب فنفذ سيدنا إسحاق رقبة أبيه وتزوج من السيدة رفقة ابنة ابن عمه ويذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية نقلا عن أهل الكتاب أن إسحاق تزوج في حياة أبيه إبراهيم وكانت امرأته عاقرا وهنا توجه سيدنا إسحاق عليه السلام بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليهب له ذرية فرزقه غلامين توأم جاء متتاليين فالأول سماه عيص والعرب تسميه العيص وترى أن الروم تنتسب إليه وأما الأصغر فقيل أنه قد خرج ممسكا بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو نفس إسرائيل الذي تنتسب إليه بنو إسرائيل وفي بعض المصادر أيضا أنه كان عليه السلام له ثلاثة أولاد له سيدنا يعقوب وعيصه بالإضافة إلى بنت اسمها فائقة إجت والله أعلم بالصواب دعوة النبي إسحاق عليه السلام ذكرنا أنه لا يوجد تفصيل عن دعوته واستجابة قومه لكن ذكرت كتب التاريخ أن الله بعث سيدنا إسحاق عليه السلام إلى الكنعانيين الذين كانوا يسكنون بلاد الشام وفلسطين فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده ولا يجرك له على درب جميع الأنبياء والمرسلين فكانت الشريعة التي دعا إليها سيدنا إسحاق أساسها نفس الأساس الذي قام عليه الدين الإسلامي فكل الأديان السماوية وكل الرسل والأنبياء كانت رسالتهم تدور حول محور واحد اللي هو التوحيد بالله وتنفيذ شريعته في الأرض وكان سيدنا إسحاق مرسل إلى قوم كنعان بلاد فلسطين كما قلنا وبالفعل عاش أعواما بينهم وتوفي بينهم وقد ذكرت المراجع العلمية أن سيدنا إسحاق عليه السلام عاش 180 سنة وتوفي في قرية صغيرة بفلسطين بمدينة الخليل وبالتحديد في منطقة تسمى حبرون وهي المنطقة التي كان يسكن بها والده سيدنا إبراهيم عليه السلام ودفنه ابنه العيص ويعقوب عليه السلام في المغارة نفسها التي دفن فيها أبوه إبراهيم عليهما جميعا السلام نحن هيك بنكون كملنا القصة لكن بقي الدروس المستفادة من هذه القصة الحقيقة أن أهم درس مستفاد عدم اليأس من روح الله تعالى فهو يرزق من يشاء ومتى يشاء كما وهب إسحاق لإبراهيم وسار عليهم السلام بعد أن تجاوز المئة عام لسيدنا إبراهيم والتسعين عام لسيدنا سارة الدرس الثاني عدم الاستهان بالدعاء وأن يعتقد العبد كل اليقين أن الله تعالى على كل شيء قدير فقد استجاب دعاء إسحاق فولدت له زوجته العاقر غلامين والدرس الثالث عدم الإنصات إلى الذين قاموا بتحريف الدين وكتفهم الخاصة والدرس الأخير معرفة أن الذبيح من أبناء سيدنا إبراهيم هو إسماعيل وليس إسحاق كما ذكر في بعض المواقع حيث ذكر ذلك صراحة في القرآن الكريم نحن لغاية هون بنكون كملنا حلقة هذا الأسبوع نرجو أن تكون قد نالت إعجابكم وإذا نالت إعجابكم مطلوب منكم الاشتراك وتفعيل كرسة الجرس واللايك والله يعطيكم العافية ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة